اشتركوا في القناة وارتفاع عدد الخلفات وارتفاع الميزان بالنسبة للصغار أي في سن التسمين كما كتشوفوا معايا هذه القرارة ندير فيها واحد المادة اللي هي فيسبقتلي اهدرتلي عليها المهم ان في هذا الموضوع كان طريقة جد فعالة وهي الحلبة الحلبة ففي المواضيع السابقة كنت تحدثت على الحلبة يعني وفوائد ديالها في التسمين يعني بالنسبة لجميع الاعمار اما الكبار اما الصغار اما الحوامل اما العشار اي اي سن والطريقة اللي كنت قدمتها وهي حبوب الحلبة مع الماء يعني كتشدوا حبوب الحلبة حبوب الحلبة معروفة على الخيصة في التسمين ممكن ان تشيروا رجو جدراهم على كتضرب لكم شحال كتباع بالكاس ممكن انكم تديروها مع الماء ولكن هالطريقة هذي اه لقيت فيها بعض السيلبيات وهي ان الماء كي يطلقوا واحدة رائحة يعني كاريهة كم عارفين ريحة الحلبة هي خدامة فعالة ولكن هذي الرائحة الكاريهة كتجعل يعني كيتبدل بعد اللون ديال الماء وخاصكم كل النهار تقوي تبدلوا لمدة اربع ايام يعني كين واحد العناء اما هالطريقة اللي يجب لكم جديدة ان شاء الله هي الطريقة ديال اليوم وهي جدا سهلة وما كتخليش الرائحة في المكان يعني باش ممكن ان الارانيب ينفروا من هذيك الرائحة هالطريقة وهي اننا نشدو هذيك الحلبة ونتحنوها نحنوها ونسحقوها في مولينيكس عادي يعني نتحنوها كيفاش كتتولي كتولي بهذا الشكل هذا ها اخوان نحلل القرعة هني كتولي غبار هانتم كما كتشوفو غبرة هانتم كما كتشوفو هيا غبرة هكا اذا هدى 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 الحلبة هادي منيكس كتولي غبرة اسمو كنديرولها كماشي كنديروها مع الماء لا كنشدوها وكن نخلطوها مع كيلو ديال الخبز الجاف مطحون حتى هو ممتلا هادى الخبز ها وغيران كما كتشوفو هادى الخبز خبز جاف مطحون مطحون اتحنوه باي طريقة ممكن انه يكون عندكم روبو او مهراز او اي حاجة هراني عندي حلقات اه سابقة وريتكم كيفاش يعني اتحنو هدى هدى الخبز المهم نشدو الخبز ديروه كيلو كيلو ديال الخبز خلطو معه ملعقة اه كبيرة ديال اه يعني ديال الحلبة مطحونة بهذا الشكل يعني معلقة من هاد من هاد الحلبة المطحونة ملعقة من الحلبة المطحونة اه ممكن انكم تخلطوها مع كيلو ديال الخبز سو متحون يعني مني كتخلطوهم غديتلاحظو انه الارنب مكيعقش بهذاك المطاق ديال الحلبة ومكي بهذاك الحلبة مكتنفخش بحال يدرناها في الماء يعني مني كنديروها في الماء كتنفخ وكتعطي واحد يعني واحد رائحة كريهة اما بالنسبة لهالطريقة هادي كونو متقنين انه الارنب مكيعقش بها مكتخليش اي رائحة في ال ماء كينفرش منها السوكي اوقع انه العملية دية التسمين كتر افتراه وواحد شكل اكثر مني ما تدروها في الماء أولا الحلبة فاتح على الشهية تفتح الشهية ثانيا كيتصمن يعني كيبان يكون بالوزن دياله كيتزاد بوحد طريقة يعني سبحان الله هنا الحلبة يعني شي حاجة يعني هي كتتبر حتى موضاد حيوي ممكن أنكم تحنوها مع تعطيوها لوم عاو تاني مع التومة عاو تاني كذلك رها واحد الموضاد الحيوي جد جد فعال يعني تتومة لكي الناس اللي كيكرموها وكيطحنوها وكي يعطيوها الألانب ديالهم مع الحلبة مطحونة ونمتقنين أن الحلبة مطحونة مع الخمز جاف كيطيو واحد النتائج أنا رأي بتجربها هذي واحد تجائي النتائج يعني جد جد مفرحة إن شاء الله القضية ديال الحبوب مع الماء زيانة حتى هي غييفة شوية ديالعناء وكتخلي واحد الرائحة لأنش حلم لكمونتير جاوني قال لك هذي الحلبة كتنفخ في وسط الماء وفعلا هي كتنفخ في وسط الماء وكتطلق وحد الرائحة يعني كريهة وفعلا أنا كان نقول لناس عندكم الصح إذن اسموهي الطريقة اللي غادي نحيلوا من هذي الرائحة هذي وهي الطريقة اللي هذرنا عليها أنكم الحلبة تحنوها تتولي غبار بحلكة أنا رأي لي ما تتحنتهاش عاد بزافرة ممكن أنه ممكن تتحنوها تكت وللي يعني غبرة مني كتديروا مغيم على القاوحدة مع كيلو ديالخبز كيلو ديالخبز زراه بزافرة كي يعطيها واحد الكيمية كتديروا مغيم على القاوحدة كافية وما تديروش أكثر يعني بالنسبة للتسمين أنا جربت ملعقة واحدة رأيها كافية أنها تخدم معكم مزيان إذن ديال حلقة ديالة النهار حلقة مهمة الناس اللي بغي يعني يعطيوا تسمين يعني يسملوا الأرانب ديالهم سواء صغار صغار أو كبار كنشكركم على التعاليق طيب ديالكم الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا حلقة إن شاء الله مفيدة تكيو على زر جام باش تساندونا باش خانات زيل قدام ما تنسوناش بزير الجام وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة من شخص